السلام عليكم مرحبا بكم في سلسلة جديدة في القناة سلسلة ستكون بخصوص كيف نحضر المباراة التعليم الابتدائي وهذا جاء طلب من بعض الأصدقاء فقررت اني نشارك معكم التجربة ديالي في هذا الفيديو سنرى كيف نحضر المباراة التعليم الابتدائي ندره ندره شامل على المباراة شنو هي شمك يكون فيها كيف نحضر المواد شنو المواد اللي كانت تختبروا فيهم شنو المعامل ديال كل مادة وشنو هما الدروس اللي خصنا نركزوا عليهم في كل مادة إلي عجباتكم الفكرة ديالفيديو وديالسلسلة ككل اللي غتكون على الدروس كمعاجعة شاملة وان شاء الله ده بقي لنا بقي تقريبا خمسة أشهر مدة كافية جدا للتحضير الجيد للمباراة نبدأ بتجربتي كانت تجربة ناجحة الحمد لله دوز المباراة سنة 2019 والتحضير كنت حضرت لها المدة دير شهرين تقريبا كنت بديت البريباراسيون في شهر تسعود دوزنا شهر تسعود وتقريبا في نص دير شهر حتى شول الله كدوزنا المتيحان دوزنا كتابي من بعد الشفاوي والحمد لله جاب الله تيسير هاد شي لكانت التحضير الجيد المباراة ديال البتدائي سهلة سهلة لانه اسهل من التخصص لان الدروس اللي احنا اغلبية متمكن منهم كل نقريناهم الدروس ديال البتدائي خاصة السنة السادسة والدروس ديال الاعدادي بالنسبة للرياضيات والعلوم يعني هذا الشي اللي احنا كلنا ادبيين يعلمين جميع التخصصات تتشقريناه ولهذا اصلا الابتدائي كيمشون جميع التخصصات اللي مجازين في اي تخصص كي يتوجهوا الابتدائي بالضبط لانه اسهل من التخصص عنده ديال بنشوفوا مواد المباراة شنو المواد اللي كانت تختبروا فيهم كانت تختبروا في اللغة العربية في اللغة الفرنسية في رياضيات زائد العلوم كي يكون كامتيحان واحد وعلوم التربية والنصيحة اللي اقدر نعطيها المقبضين عن المباراة بالنسبة للمجازين اللي حاليا يعني بالنسبة لهاد السنة مخدامين مور يعني عندهم الوقت انا كنفضل انهم متلا تشهر تسعود وشهر عشرة كبداية السنة يمشي ويدفعوا بشي ستاج في شي اي كل بخيفة أو شي سنتر سوتين شكولير باش كي يتدربوا شوية و كيراجعوا بدوروص ومن هني مثلا إلا مشيتي للإيكول بخيفي كتشوف الأستاذ كيفاش كيلقي الدارس تقدر أي سؤال تقدر تطرح عليه هو كأستاذ عنده تجربة عليه كيقدر ينفعك هذي كنصيحة يعني بالنسبة للناس اللي مختمين يعني يقاسين دابا نتقل المعامل المواد كيفما كرحفو أن المواد بربعة بهم علم المعامل جوج يعني اللغة العربية فرنسية العلوم الرياضيات بجوج المعامل دي لوم جوج وعلوم التربية المعامل جوج يعني خصنا رقزوه على المواد بربعة ما كي بشي كي يرقز على ماده وكي يخلي ماده أخرى وهو مرر نفس المعامل بالنسبة للتنقات عدنا الفرنسية كتكون على 80 العربية كتكون على 60 على 60 نقطة رياضية العلوم على 40 وعلوم التربية على 40 ولكن تلاحظوا أن التنقات على 60 على نقطة عالية بزاف لأنه أصلا الامتحان كي يكون فيه يعني بزاف دي لراكي يكون طويلة كي يكون فيه بزاف دي لوراق تقريبا جميع الدروس دي للمستوى السادس أو بعض الدروس من المرحلة الإدادية دى بنمروا الدروس اللي غم تختبروا فيهم في كل مادة بالنسبة لللغة العربية دروس لمستوى السادس وبالنسبة للغة الفرنسية بدروس لمستوى السادس كذلك كيف مش جدت انا اللي المتحان يعني لللغة العربية اللغة الفرنسية كنت اخذي تلي شارجي تقاع الامتيحانات المباريات اللي فاتوا اللي كانوا قبل من 2019 كنجد الامتيحانات كنخدمه من اللي كنوصل لشي درس انا نفاهمه لان الدرس دي البتدائي رحنا كام نقارينه كننلقى شي درس انا نسيت عليه ما عقلتش كننرجع للدرس نبحث فيه ونفهمه زيان نخدم فيه تمارين وكان نرجع الامتيحان كنكمله هكا انا بش بريباريت اللغة العربي و اللغة الفرنسية بالنسبة الامتيحان كيكون فيه تمارين على الدروس وكيكون فيه واحد الجزء دي الديداكتيك الديداكتيك يكون الديداكتيك هو طريقة تدريس كيفاش ندرسه واحد واحد المادة كيكونوا اسئلاكا نتطرقوه في فيديوهات جاينا نشوفو الديداكتيك دي الكل المادة كيفاش كتتخدم بالنسبة للرياضيات الرياضيات كان الدروس دي المرحلة الاعدادية منهم الاعداد الكسرية كانوا المعادلات المتراجحات من النظمات بالنسبة الاعداد الكسرية كيعطاك الجامعة الطارح توحيد المقام يعني حساب اللي شفناك الدرس كين في السنة السادسة التدائي كانوا الاشكال الهندسية كيفاش نحسبو المساحات ديالهم الحجوم ديالهم المحيطات كان نشرو التعميل حل مسائل تناسبية هادو جميع هادو الدروس يعني الاغلب الدروس التي تحطو في المتيحانات وبطبيعة الحال في كل مادة كنت كان ناخد متيحانات ديال السنوات اللي فاتو مباراية ديال السنوات اللي فاتو كنخدمهم وكاشو الدرس اللي لقيت راسي انا مفاهماش كرجعنا نخدموه نفهمهم زيان وكنولي نكمل الامتيحان وهدي هي باش كتستانس بدوك الامتيحانات ومنك اتعرف كيف باش كيتحطو امتيحانات وشنو الدروس اللي كيتعاودو في جميع الامتيحانات تقريبا كاللقاو بزا نفس الدروس كيتعاودو في كل مباراة في كل سنة بالنسبة للعلوم كانوا المجالات اللي كانوا في العلوم كانت التربة تولد عند الانسان تولد عند الحيوانات التكاثر عند النباتات مجال الهضم التنفوس الكهرباء الحركة الحواس هذو هما المجالات اللي كانوا في الامتيحان وبطريقة الحال هذ المجالات كانوا بعد الدروس منهم في السنة السادسة ابتدائي وبقية الدروس كانوا في المحاري الاعدادية شفناها في العلوم الحياة والارض وفي العلوم الفيزيائية ونفس الطريقة ختمت الدروس راجعت لنا بالنسبة للعلوم راح كان ننسى وراجعت الدروس ودك الشي عاد مشيت ختمت الانتيحانات يعني ذلك وكل المادرة عندها كيكونوا اسئلة دي الاسئلة دي على حساب الدروس وكيكونوا واحد الشق دي الديداكتيك واسلوب تدريس المادة وكيفاش كان ندرسو ديك المادة ده بنتقلوا العلوم التربية بالنسبة للعلوم التربية ولان نحن ما عارفين شنا هي علوم التربية اركز انا اركز على المثاهيم الكبرى دي العلوم التربية لان العلوم التربية راح واحد البحر كبير ميمكنش الانسان اللي مقاريش علوم التربية غادي يجي وغادي في شهر ولا شهرين غادي يقرأ العلوم التربية كاملة وانما خصيك تركز على المفاهيم الكبرى يعني شنه الكتاب الابياد شنه هي الرؤية استراتيجية المنهاج المنقح نظريات النمو نظريات تعلم بداغوجية التعليم اساليب التدريس مهام المدرس يعني هدو كلهم طرائق التدريس هدو كلهم مفاهيم كبرى دي علوم التربية اللي خصيك تكون عارف يعني هدو غا نعرفوهم لانه يعني كمدخل العلوم التربية وكان بعض الكتب يعني اللي قدرها كان بعض الكتب دي العلوم التربية اللي صراحة مفيدين بزاف دي بنحط لكم الأسماء ديالهم في صندوق الوصف وكنشكركم على المشاهدة وبتوفيق الجميع الناصحة اللي نقدر نعطيكم من تجربتي هي بدو البراباراتيون بكري بدوها على بكري باش يكفيكم الوقت الترقل بزاف دي الحويج لان المباراة دي التعليم ابتدائي ما صعباش بزاف لدرجة ان الانسان ما يقدرش يوجد لها واحد يعني موجاز اي شخص موجاز ففي اي تخصص يقدر يدوز مباراة التعليم ابتدائي لان كنت تختبروا في مواد اللي احنا قريناهم في الابتدائي وقريناهم في الاعدادي من بعد احنا عدرنا التخصص يعني كلنا قرينا نفس الحاجة خاصة غير بتحضير الجيد وناخدو الوقت ديالنا نحاولو ننضمو الوقت ديالنا باش نوجدو مزيان وبتوفيق للجميع وكنتمنى يكون الفيديو مفيد لكم